أيها الأحرار العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عايز أقول لكم على حاجة ما لم يشكر العبد لم يشكر الرب دايماً جماعة زميلي الملتزمين دينياً يقولوها يعني أنا بفهمها عشان كده فريق إعداد البرنامج والفريق اللي في الكنترول وكل الناس اللي بتتعامل مع البرنامج ده غيرهم ما عرفش بيوجهوا كل الشكر والتحية والتقدير لفخامة جلالة حاجات عبدالفتاح السيسي لأنهم بيقولوا لك لولاً أنت ما كناش اشتغلنا يعني بصراحة أنت هدية لينا يا راجل مش كده يا راجل حب حب عن ناس كل مجانين العالم اللي حرقوا وخربوا وقتلوا الملايين زي هتلر وموسيليني والقذافي ونيران وغيرهم كانوا شايفين نفسهم عظماء كانوا شايفين إن ربنا بيساعدهم كانوا شايفين كل اللي بيعملوه صح والباقي كله أغزام الباقي كله ناس نظرة على قدها مش فاهمين وفي الآخر طبعاً شوف نيرون عمل إيه وشوف هتلر وموسيليني وغيرهم خراب وضمار شوف ستالين في روسيا الناس دي بتبقى دايماً عندها مشكلة للأسف مصر ربنا بتلاها بص بقى أنت عارف لما تروح عند فرغالي اللي في آخر جمع الدول العربية ده أنا ما فش كان زمان كده يعني بتاع العصير تقوله ديني واحد يعني كوكتيل كوكتيل عبدالفتاح سيسي كوكتيل من ستالين على هتلر على موسيليني على نيرون كل ده الضرف للراجل الجميل ده الجماعة بتوع البرنامج بيشكروك جداً كل الناس غلط إلا هو كل الناس ما بتفهمش إلا هو ورغم النتاج المهببة اللي وصلت لها البلد واللي هو قال عليها النهاردة إن إحنا رجعنا أو يعني لسه ما تحرقناش يا حضرات إحنا قدام كوكتيل من التكبر وورمان الزات والجهل أحد الروائين كتب تعبير كده جميل أوى على واحد زي ده قال لديه جهل عليم بكل شيء عجبان العبارة أوي أوي لديه جهل عليم بكل شيء شخص شايف نفسه مدعوم من السماء وإن الوحده ومحدش معاه إلا ربنا سبحانه وتعالى ومعنى كده إن اللي هيحاربه يبقى بيحارب ربنا لأنه باقتصار ده مش عادي ده بطل اسمع كده النهاردة بيقول إيه خلصت والمسافة كنتيبقى موجودة في مجلس الوزراء فكانوا يقولوني إحنا عايزين نحفز عليك أنت الأيقونة بتاعتنا أنا أقول لكم كلام اتقال أنت الأيقونة بتاعتنا أنت البطل جميل طي هو البطل خلاص بها أو لا هو البطل خلاص ولا إيه بقى كلمكم بجد والله أنت البطل اللي يحافظ عليك هو حد ممكن يدي ظهره ولا إيه لا 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 أنا مش لئي أنا ظهر يا ربنا لحظة 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 عفتاح خليك معاه شوية تاب شوية عيال بيدعبوا بيك وقالوا لك أنت أزاز وخايفين مش عارف إيه وانت البطل تصدقهم لها فتاح إلا إذا كنت جواك هوا آه من الهوا يعني أنت شوية يعني مطبلطية اجتمعوا حواليك وقل لك أنت ده أنت ده أنت ما حصلت شوية لا هو دايما جماعة المحششين كده يجيبوا واحد يشتغلوه طيب جماعة اشتغلوك نعملنا آه بس في الآخر بقى قال لك أنا ظهري ربنا على فكرة مش الحتة الزرق اللي قراه ده دهر ربنا اسمعوا كده وش عبدنا واللي يقدر على ربنا يتفضل أوى اكفر بقى اطلع مدين بقى ها العيال على السوشيال فكرونا بقصص كده قصة كنا نعملها لما كنت تيجي احد يضربك في المدرسة وانت شايل شنط المدرسة وبعدين ايه ما تقدرش عليه فيجي ماسك منك الشنطة وعايز ينميها فتقول له هو وقت حسب الشنطة فيها كتاب دين على والمصحف الشنطة فيها كتاب دين هو وقت نميها فالوقت اللي ماسك الشنطة تجيله رعشة ويكهرب ويحط الشنطة على جن هو بيعمل نفس القصة بيقولك اللي يقدر عربنا بقى يقدرني